السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلبة الطلبات الصف الأول تخصص صناعات كهربية أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا في بيتنا مدرسة النهاردة برضو هنكمل مع درس دروسنا اللي استعرضناها قبل كده أساسيات لهندسة الكهربية على فكرة وهاشتوني كتير وأنا سعيد جدا أن أنا معاكم النهاردة في الحلقة اللي تعتبر بقى يعني ايه تكملة للجزء اللي فات وتعتبر برضو يعني زي ما قلنا كده بتحط رجلين على أول الطريق وتعرفنا مدخل للعلم الكهربية زي ما قلنا في مدد أساسيات لهندسة الكهربية اه المقاومات ايه بقى المقاومات انت يا مستر حاجة لنا الحصة اللي فاتت عن الجهد وعن الطيار وعن المقاومة وتطرقنا لبعض القوانين كده زي قانون اسم قانون قوم كده احنا خدناه كتير قوي 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 في حياتنا بس ما كناش نعرف تفاصيل التفاصيل دي يعني ما كناش نعرف ان الجهد الكهرابي هو شغلي مبزول عشان ينقل شحنة لشحنة ما كناش نعرف ان الامبير هو اللي فيه نسبة الكترونيات اللي بتعدي جهة السلك عشان تسمعك الأغنية وعشان تشوف الفيلم وعشان تطلع برة تشعي موبايلك دي مجموعة الكترونيات اللي هي ماشي حوالينا دي ما كناش نعرف ان فيه دور كده واحد ريخم كده المقاومة هو اللي بيزنق الطيار عشان يقلق قيمته ويرفع قيمته بمزاجه حسب المقاومة وحسب نوعها النهاردة بقى ناخد الشق ده بقى ونتكلم عنه كتير لان زي ما قلنا كده قبل كده في الحلقات السابقة لان احنا لازم نقرب قوي من المقاومة ولازم نعرف بقى المقاومة دي تيمين واعدفين وظروفة ايه بعمل استقصاء كده وجمع معلومات عنها ليه لان المقاومة دي اصلا انا لو ضبطت الدنيا في الدائرة الكهربية بالتالي خلاص المقاومة لو عرفت الدايرة دي عايزة قديه في المقاومات هرتاح بعد كده لها لقى الجهد قل ولا الطيار علي ولا حاجة من دي خالص حصل استقرار كده وبساطة في الدائرة الكهربية طيب المقاومات زي ما قلنا قبل كده هي بتحد من شدة الطيار الكهرابي او هي ممنعة اجزاء الطيار الكهرابي للجسم بتمنعوا بتضايقوا بتخليه كده يعني ايه هنقول كده ايه خنقه عشان توصل لمرحلة اللي هي عايزة منه ان انا عايزة منك اتنين امبير تديني اتنين امبير عايز خمسة امبير للدائرة بتطلع لي خمسة امبير بس عايز نص امبير طلع لنص امبير بس يبقى هي وقفة في الدائرة بالمرصاد للطيار علشان تعمل لها عملية ايه بقى تحكم يبقى المقاومات دي اقدر بقى تجهلها كده اقول ما لاش لازم لا ده بالعكس اي دائرة كهربية لازم يكون فيها مقاومة كهربية وزي ما قلنا كده المقاومة الكهربية بقى بخليها تتكيف مع الدائرة الكهربية لو انا عايزة الطيارة عالي جدا برافو عليك سامع بنت شطورة بتقول لي يا مستر لو الطيارة هيبقى عالي اخلي المقاومة صغيرة برافو عليك والعكس يعني طبعا احنا خدنا القاعدة الاساسية بتقول لي لو عايز طيار كبير اقل القيمة المقاومة ولو عايز طيار صغير اكبر قيمة المقاومة لان المقاومة عكسي مع مين مع الطيار طيب النهار ده بقى هنتكلم في ايه هنتكلم في مجموعة المقاومات دي هتعن قرب زي ما قلنا كده وناخد انواحها وميزة كله نوعه وعيوبه والانواح دي هتلوقوا شوفتوها كتير قوي وانت بتفتح كده الرسيفر وانت بتفتح الموبايل كده بتوديه الصيانة في الهاردوير بتاعه بتلاقي كده في حاجات كده زي البردة عليها شوية حاجات كده زرق وحمره وخضره وحاجات كده ايه يعني احنا ممكن كنا بنلعب بها احنا صورين لما الجهاز يبوز مثلا زي الراديو زي بتاع زمان ده لما كان يكسر كده كنا نقعد نلعب في الحاجات ديت ونشوف حاجات كده مربعة وحاجات مدورة وحاجات كده استوانية كنا غير مدركين الحاجات دي او انت مثلا لو دخلت الورشة مثلا كده او اللون في الدراسة ومدرس الورشة كده او العمل كده او استاذك راح جاي فردلك شوية حاجة كده على الايه على البنش بتاعك او على التراويزة اللي انت واقف عليها وقال لك ايه ده انت اكيد مش هتبقى عارف لان الحاجات دي انت ممكن تكون تشوفتها كتير لكن ما تعرفش ان الشكل ده شكل مقاومة ده سيروستور ده دايوت ده موحد ده سنائي مش عارف انت برضو لسه عالم مجهول بالنسبة لك انت ممكن تكون قريد درست اتفرجت مثلا على الافلام اللي هي الخائل العلمي وعرفت التكنولوجيا الحديثة اللي بيوصل بيها اللي هي رواد الفضاء ويركب وليزر واشعة الحاجات دي كلها ممكن تكون تفرجت عليها كتير جدا وعندك في الزاكرة بتحتك ان الحاجات دي اه دي موجودة بس انا ما شوفتهاش بأيدي او ما لقاسف ما شوفتهاش بعناية او ما لما استهاش بايدي ما دقتهاش لسه ما شتغلتش فيها فبالتالي لما اخد المقاومة كده بقى واعرف عن قرب زي ما قلنا بقى كده واعرف المقاومة دي عايزة مني ايه ويه وظيفتها في الدارة القربية هقدر اكتسب خبرة واقدر اكتسب مهارة ان انا لو شفت المقاومات بقى في اي حتة عرفة ما المقاومات انواع تمام كده والاسلاك اللي عندنا انواع زي ما قلنا نحاس والمونيا وفضة وفي حتة فضية في قلب الالة وفي حتة لازم تكون مصنوعة من شراح الدهب في آلة معينة لان الدهب عالي جدا التواصيل للقهرب الحاجات دي انت ممكن تتشوفها في بعض الافلام او بعض الروايات بس انت مش واخد بالك منها لكن لما تخش بقى قسم التخصص بتاعك سوى بقى الحاسبات او الالكترونيات او قسم التركيبات والمعودات الكهربية لازم تتطرق انت وهي الحاجات ديت فبالتالي النهاردة عنواننا العريض اللي هنتكلم عنه انواع المقاومات الكهربية المقاومات لما نجي نعملها كده شجرة العيلة الاب والام والاولاد والاولاد بيتجوزوا فبيخلفوا وهكذا دي شجرة فالمقاومات برضو دي لها شجرة الشجرة في اساسه كان عندنا نوعين من المقاومات نوع اسمه مقاومات سبتة ونوع تاني اسمه مقاومات متغيرة هل المقاومة السبتة دي سبتة يعني ايه سبتة يا مستر برضو ما انت ما تقول لنا برضو ايه اللفظ ده فصصهن برضو احنا لسه في سنة اولى قالب به كهربا طب حلو تعالوا بقى كده نبص مع بعض انا بقولك مقاومة سبتة يعني ايه لو انت بصت للمقاومة دي بتلاقي مكتوب عليها مثلا الف اوم خلاص هو دي القيمة بتاعتها الف ايه الف اوم فبالتالي قيمته المقاومة سبتة خمس تلاف اوم يقول المقاومة دي خمس تلاف اوم ما ينفحش اقلل ولا زود هو الخمس تلاف دول قيمتها السبتة اما عن نقيد بقى المقاومة المتغيرة لما قل لك عنيه مقاومة متغيرة مكتوب عليها مثلا من صفر لخمسمية يعني اخد بينها اللي انا عايزه خدت عشرين خدت تلاتين خدت مية خدت مية وخمسين المهم الرنج بتاعي بدأ من صفر لغاية تخمسمية طب دي بتيبقى موجودة فيه اه تعالوا بقى كده اقول لك موجودة فيه المقاومات دي بنشوفها عندنا في البيت رسميا وصبح وليل وظهر وعص وبنقعد ندور على الرمود كنترول عشان الصوت عالي اوه في الاغنية دي فعايزين نوط الصوت بنوط وبنعلي مش الرمود كنترول فيه كده في الخاصية دي الموبايل بتاعي فيه تعاليه وفيه توطية تمام كده طيب اللي بيعلي ووقت بقى دي مقاومة متغيرة لان المقاومة لو سبتة حطتها في الفون او حطتها في التليفزيون في الرمود كنترول او في التكيف يبقى درجة الحرارة بتاع الاوضا مش يقدر اخليها 16 ولا خليها 23 خلاص هيها سبتة مهم قاومة سبتة فبالتالي بحط المقاومات المتغيرة مع الحاجات اللي طلب مني تغير زي درجة الحرارة زي الصوت التحكم في درجة الصوت زي تقليب المحطات ما كل ده بيعتمد على مقاومات ايه بقى؟ مقاومات رنجها متغيرة يعني انا عايز القناة دي تفبقلي بالقناة التانية فبقلي بالقناة التالتة بخلي درجة الصوت 50 بخلي درجة الصوت 30 بخلي درجة الصوت كاتم خالص ما بيشافي الصوت دي بتاعتك يبقى المقاومات المتغيرة موجودة معنا هي في حياتنا وبنشوفها بقدام عينينا بس اهنا ما كناش واخدين بنا ان الرمود كنترول اصلا ده عبارة عن فيه مقاومة متغيرة عشان يتحكم في درجة الصوت والرمود بتاع التكييف فيه مقاومة متغيرة عشان يتحكم في درجة الحرارة والرمود بتاع مثلا تغيير المحطات برضو فيه مقاومة مقاومة حرارة آسف مقاومة بتشتغل معايا متغيرة عشان يغير القناة اللي انا عايز فخلوا بالكم ان الحاجات دي احنا لمسينها كلنا بس مجبرنا وطلعنا اولى تخصص تركيبات كهربية عرفنا ان المقاومات المتغيرة موجودة عندنا في البيت وشايفينها هلو نهار موجودة في قلب الرمود كنترول بس انا ما كانش في استعابي ان انا فكر في كده لاني ما كنتش خدت حاجة زي كده عالم كان مجهول بالنسبة لي فاصبح الان عالم حقيقي بدل ما كان عالم بقى مش يعني بسمع عنه بقر عنه لأ خلاص دلوقتي انت دخلت فيه وبيتعودوا من اعضاء فريق التركيبات والمعودات الكهربية خلاص بقى اي حاجة هقدر اتعامل معاها واشتغل معاها تعالوا بقى بينا النهاردة يا ولاد نتكلم مع بعضنا عن المقاومات المتغيرة والمقاومات السبت عنوانا المستعرض النهاردة المقاومات لما اجع عرف المقاومة هفكرك برضو بالتعريف انا سامعك برفع عليكي بتقولي لي هي مقاومة الاجزاء المختلفة في الدايرة الكهربية التي تحد من شدة طيار الدايرة وتقاس بوحدة الام دي المقاومة اللي احنا اتفقنا عليها مع بعضنا طيب هل المقاومات كده ما باجع حطها في دايرة كهربية باخدها كده اوي اي كلام كده اوانطة لا ده في عوامل يتوقف عليها اختيار المقاومات او اعتبارات لازم وانا شغال كده في دايرة كهربية اخبالي من قيمة المقاومة زي ايه بقى قيمة المقاومة المطلوبة انا زي ما قلتلك عايز طيار كبير يبقى جيب مقاومة صغيرة عايز طيار قليل يبقى جيب مقاومة قليلة فبالتالي قبل ما بشتغل بقى فالدائرة الكهربية بقى وبصمم ايه احذا خلنا عالتقيل بقى انا قبل ما اتكلم عن المقاومة هي مين وبنت مين وقريبها مين بتكلم الاول ام تدخل المقاومة في الدايرة ما هي الاعتبارات التي يمكن اتخاذها عند اختيار المقاومات لما أجه اختر مجموعة مقاومات في دائرة كهربية الا contro tener اول حاجة قيمة المقاومة المطلوبة اتنين الكدرة الكهربية المفؤودة في المقاومة هي الدايلة الكهربية فها قدرة اه مش انا لسه ايهلك اللمبة مما كنت باشتريها مكتوب عليها خمسمائة واط او ستمائة واط او متين واط كلمة واط ديت يعني قدرة طب اللمبة دي فها مقاومة اه طبعا فها مقاومة اي حاجة هتسخن فها مقاومة واي حاجة بتمرر طيار فيها مقاومة يبقى فيه قدرة هتبقى مفؤودة نتيجة المقاومة لازم برضو رعيها وانا بصمم دايرة كهربية او انا بختار مجموعة مقاومات لدايرة كهربية رقم ثلاثة بقى درجة التفاوت او السماح في كمت المقاومة يعني ايه التفاوت يعني بلس مينس يعني ايه بقى مجب او سالب يعني فيه مقاومة بتزيد معايا لو انا حطتها في درجة حرارة وفيه مقاومة بتقلي معايا لو انا حطتها في درجة حرارة ايه يا مستر الكلام اللي انت بتقوله لنا هنا ده عارفين انبير العربية مش فاجأة كده تلاقي انبير العربية كده ادك اشاهرا ان الانبير عليه. فتقب بقى تشوف ايه عايزة مية عايزة ايه. المهم فيها خلل حصل. مين بقى اللي قال لانبير العربية ان المقاومة ان السخونة عالية. في مقاومة جوة موجودة مع الموجودة في قلب العربية بتحس بدرجة حرارة الانبير فلما تلاقي الحرارة عالية قوي تتذكر صاحب العربية تجيله رسالة كده على الايه? على الشاشة قدامه. طب له قدامه تقول له ايه? ان درجة الحرارة عندك عالية خلي بالك الانبير عالي. دي مقاومات بتزيد مع درجة الحرارة. فقيمتها بتزيد بتديني اشارة. والعكس في مقاومات تانية بتقل مع درجة الحرارة. يعني ايه بتقل مع درجة الحرارة? يعني قيمتها بتقل للصفر لو انا حطيتها في درجة حرارة عالية او درجة حرارة منخفضة. عشان كده اقول طولكم المقاومة لازم نقرب منها قوي ولازم نعرف قوي ولازم ناخد وندي معاها ونعرف درجة التفاوت دي ايه? اربعة او دال المعامل المقاومة الحراري زي ما قلنا في الاول خالص ان كل مقاومة وكل معدن وكل طبيعة لها المقاومة بتاعته ففي عندنا حاجة اسمها المقاومة الحرارية اللي لسه ايه المثال من شوية كده اللي هو امبير العربية المقاومة دي بتتحط في درجة حرارة هل هتصمت هل هتبقى صبرة كده او سكتة لو حطت في درجة حرارة ولا قمتها هتزيد فاتخلي المؤشر يقرأ ولا قمتها هتقل فبرضو هتخلي المؤشر يقرأ سوى زارة حرارتها او قلت حرارتها هتعمل احداثيات للدائرة فاتقول لي والله في مشكلة حصلت او في عطلة حصل في الحتة الفلانية يبقى معامل المقاومة الحراري زي درجة تفاوت بالزبط سعر المقاومة انا هعمل دائرة كهربية فما جيبش مقاومة سعرها عالي قوي والدائرة اصلا بتلات اربعة جنيه خلوا بالكم ان المقاومات دي رخصت التمن وفي مقاومات عالية جدا في عالية السعر وعالية التكلفة فانا مثلا هعمل دائرة روموت كنترول روموت كنترول بروح اشتريه مثلا بخمسة جنيه يبقى ما حط فيه اي سي او حط فيه مقاومات ما جيش بقى مقاومات بـ 20 بـ 30 لما انا عبيعه التكلفة كده ايه اقل من صناعته فبالتالي سعر المقاومة برضو بيتاخد في الاعتبار لما جي اشتغل على المقاومات او اختار مقاومة في دائرة كهربية عمر المقاومة ايه عمر المقاومة دي بقى كل حاجة فيها له عمر حتى البناء ادم يعني ليه عمر افتراض زي منقول كده عمر المقاومة هل هتقعد سنة هل هتقعد سنتين هل المقاومة دي ممكن تقعد معي خمس سنين تقعد ست سنين طبعا في مقاومات بتعيش كتير في مقاومات بتبقى طرق كده زي ايه زي المقاومات اللي هي الايه في الحاجات اللي هي الصغيرة زي الروموت والحاجات دي ممكن المقاومة تقعد ايه شهر شهرين ثلاثة اربعة كتير او سنة وتتغير المقاومة وتجوا مقاومة تانية وساعات بقى لقى المقاومة السعرية رخيص فبغير الرمود كله او بغير البردة كلها لاني مش مستهل لانا اغير القطع الغيار لان القطع الغيار دي اصلا لو انا جبتها جديدة تبقى ارخص لو انا استغيرتها بايه بحاجة فعمر المقاومة ده برضو لازم يتخذ في الايه في الاعتبار طيب دي بقى الشجرة بتاع العيل اللي قلنا عليه عندنا انواع المقاومات خلوا بقى لكم بقى فيه مقاومات خطية وفيه مقاومات غير خطية اللي احنا قلنا عليها سابتة ومتغير دي اللي هنلعب عليه بقى الجناح اليمين دهوت هو اللي هنلعب عليه شوية لاني ده شغلنا كتير اللي هي ان شاء الله هيستمر معنا في تانية او في تالة المقاومات نوعين مقاومات سابتة ومقاومات متغيرة وهنا المقاومات السابتة اللي هي سابتة القيمة والمقاومات المتغيرة أي متغيرة القيمة ودي بها اللحظة في الآن المقاومات السابتة دي زي المقاومات السلكية مقاومات كربونية مقاومات فيلمية كلمة مقاومات سلكية يعني ممكن تكون مصنوعة من النحاس أو الألمونيوم أو السلك اللي انت بتشوف مقاومات كربونية يعني مصنوعة من مادة الكربون مقاومات فيلمية أو غشائية بتبقى كده عليها غلاف زي الخزف كده وملفوفة من جواها سلك كهرابي أو سلك حراري حسب نوع المقاوم مقاومات متغيرة زي ايه بقى مقاومة سلكية او مقاومة كربونية طب المقاومات دي بقى هي بقى لازم تكون عرفة اللي قلنا عليها بتاع الحرارة اللي بتزيد وبتقل مقاومات غير خطية زي ايه زي مقاومة متغيرة مع الضغط والضغط الجوي مقاومة متغيرة مع الحرارة ازا ما قلنا فيه حرارة عندنا ال NTC اللي هي النيجاتيف والبيوزاتيف TC اللي هو معامل التمدد الحراري او معامل الحرارة الموجب ومعامل الحرارة السالب ايه الفرق بينهم في معامل الحرارة السالب ان المقاومة قيمتها بتقل لو درجة الحرارة زادت خلوا بالكم المقاومة بتقل لو درجة الحرارة ايه زادت على العكس هنا المقاومة لو زادت معامل الحرارة يزيد فهنا تناسب طردي مع بعض طيب مقاومة الفلستور بقى المقصود بقى هنا اللي هي مقاومة الضغطة او التحكم في درجة الحرارة او التحكم في درجة الصوت اللي ان عليها موجودة في الرمود كنترول المقاومات السابتة اللي لسه إينا عليها من شوية هي مقاومات لا تتغير قيمتها زي ما قلت لك كده سابتة ما ينفحش أغير قيمتها وتضاف قيمتها الكلية إلى مقاومة الدائرة الكهربية الموصلة فيها ودي مباشرة كده موجودة فين بقى زي اللمبة اللي عندنا في البيت والكشاف زي السخان اللي موجودة عندنا في المطبخ أو الحمام دي تعتبر مقاومات سابتة القيمة وكأحمال إلكترونية زي الراديو زي التلفزيون وتصنع من سبيكة الميجاناين أو الكنستنتان ودية المقاومات دي هنقودها باستفادة اللي هي السباك دي في مادة عندنا اسمها الخامات شفتوا بقى الدنيا كلها مربوطة ببعض بندرس أساسيات وبندرس أجهزة بندرس خامات والتلات موات دول عندنا في سنة أولى عشان الكلمة السبيكة دي لما تقابلني في الأساسيات ألاقيها موجودة مع مدرس الخامات فبالتالي ألاقي الربط بقى أجمل حاجة عملت في المناهج اللي هو الربط إن أنا مبقاش في وادي واتطالف في وادي تاني لأ دي أنا بقول لك كلمة سبيكة المجنينة هتلاقي هنا في الأساسيات اللي بصنع بينها المقاومة السبتة إنت بقى لو عايز تتعرف السبيكة دي إيه ارجع لمادة الخامات الكاربية مع أستاذك هتلاقيه بيشرح لك بالتفصيل يعني إيه سبيكة ويعني إيه مجنية ويعني إيه المادة التالية والتالتة والرابعة والسبيكة دية يعني إيه خلط بيجيب عنصر مع عنصر يطلع على حاجة اسمها السبيكة وبالحاجات دي بنعرفها باستفاد طيب تعالوا نبص مع بعضنا كده يا أولاد عن الشروط الواجد توفرها في المقاومات السبتة يبقى أنا عرفت إن المقاومة دي سابتة دي تكون ميتها سابتة ودي بشوفها في السخان بشوفها في اللامبة بشوفها في الراديو وبيشوفها في التلفزيون ودي مقاومات سبتة القيم بشوفه في الراديو والتلفزيون مش عشان التعليق والتوطية احنا قلنا الراديو والتلفزيون فيه مقاومة سابتة وفيه مقاومة متغيرة عشان اقدر اتحكم في درجة الحرارة الصوت واتحكم في درجة الحرارة لو انا شغاله على التكييف الشروط الواجب توفرها في المقاومة السابتة اول شرط ان تثبت قيمتها مع الزمن يعني ما تجيش كده فوق الاقيت 3000 اوم اتغيروا بقى 1000 ونص عشان ما فات علىها سنة لا لازم لو عاشت 20 سنة قيمتها تفضل زي ما هي محافظة على نفسها لا قلت ولا زارت يبقى اول شرط من شروط الواجب توفرها في المقاومة السابتة ان تثبت قيمتها مع الزمن اتنين بقى ان يكون المعامل الحراري للمادة المصنوع منها المقاومة صغير جدا يعني مثلا ان هعمل مقاومة مصنوعة من الكربون او مصنوعة من النحاس او مصنوعة من السبائك اللي احنا قلنا عليها دي ما يجيبش مقاومة المعامل الحراري بتاعها عالي فبالتالي قيمتها تقل بعد كده لا دانا لازم يكون معامل الحراري بتاعها صغير جدا لان المقاومة ديها على مر الزمن لازم تديني قيمة ايه سابتة ثلاثة بقى تكون القوة الدفعة الصغيرة بتاعتها يعني القوة الدفعة القهربية اللي موجودة فيها صغيرة جدا عند اتصالها بأسلاك نحاسية يعني المحطة في دايرة ما تستهلكش قوة دفعة كبيرة فبالتالي قيمة القدرة تزيد يبقى انا كده جبت الدايرة بدل مدفعة كهربع عشرين هدفع خمسين لان المقاومات فيها عالية جدا فبالتالي اراعي وانا شغال مع المقاومة السابتة ان القوة الدفعة القهربية يكون صغيرة جدا او الفولت يكون صغير لما وصلها بأسلاك نحاسية النوع بقى الاولاني من المقاومات السابتة المقاومات السلكية تمام ايه مقاومة سلكية دي بقى اللي عبارة عن سلك معدني زطول ومساحة مقطع مناسبين يعني هو معمولة من سلك عشان كده سمتها مقاومة سلكية السلك ده بقى ممكن يكون مصنوع من النحاس من الالمونيوم من فضة من دهب من بلاتين المهم هو سلك معدني وليه طول معين ومساحة مقطع معين ومش كده وبس الاتنين لازم يكونوا مناسبين بعض يعني طولها مناسب مساحة مقطعها وملفوف حوالين استوانة والسلك ده ملفوف حوالين استوانة والاستوانة دي غالبا مصنوعة من السيراميك وبعض الشركات بممكن تصنعها من الصيني او الخزف وتصنع هذه المقاومات من مادة لها مقاومة نوعية عالية جدا زي الميجناين والمادة الكنستان اللي قلنا عليها من شوية اللي موجودة في السبائج تعزل المقاومة السلكية دي بطابقة من الاكسيد يعني بعد ما لفع السيراميك او الخزف عزلها بمادة من الاكسيد عشان ما يحصلش قسر بين اللفات لان السلك ده هيبقى لامس السلك ده فالسلكين لو لمصوا بعضه مر طيار يحصل قفلة تمام كده عشان كده قلنا بنعمل ايه بقى بعد ما بنلف السلك ده على مادة السيراميك اروح جاي طاليها بمادة من الاكسيد المادة دي بتعمل مادة عزلة والمادة دي بتمنع القصر اللي هيحصل بين لفات السلك طيب شكل المادة بتاعتها ايه ايه شايفين بقى ايه ده الخزف اهو اللي هي الانبوبة اللي انتوا شايفينها مدورة ديت وده السلك هو اتملفوف ودي الاعدتين اللي هم بيسبتوا ومش كده وبس دول اللي باخد منهم الاطراف لان السلك ليه بداية وليه نهاية اللي هو السلك اللي احنا حطناه عليها سوى كمل معدن من المعادن المختلفة وليه بداية وليه نهاية دول بقى اللي بوصلهم بالطيار الكهرابي عشان اخد من قيمة المقامة دي ايه القيمة اللي انا ايه اللي انا محتاجها او اللي انا عايز مميزات المقامة دي بقى ايه اكثر سباتا وخاصة عند زيادة الجهد يعني كل ما الجهد يزيد هي اقصر سباتا واقفة صلبة مش فرقة معاها لان قيمتها سبتة تتحمل قدرة ودرجة حرارة اكبر من الكربونية اللي احنا لسه ناخدها كمان شوية في عندنا الكربون المادة الخزب بقى ولولفت عليها سلك يعني نجي مادة زي السراميك مثلا ولفت عليها سلك تتحمل قدرة ودرجة حرارة كبيرة زاتها معامل حراري صغير ودي الشرط اللي قلنا عليه عشان المقاومة تبضل قيمتها سبتة ان معامل الحرارة بتاعها يبدل صغير مهما عمرها زاد ومهما طولها او عمرها الافتراضي زاد طيب طب عيوب هي ايه بقى كبرت الحجم طبعا انا جبت خزف او جبت السراميك ولفت عليه سلك فخد مساحة كبيرة لو جيت حططه في بوردة او في تلفزيون او في راديو هياخد مساحة كبيرة عشان كده كبر حجمها اتنين تكلفة تصنعها كبيرة جدا لانها بتتكلف ليه بقى باشتري خزف او باشتري سراميك وحط السراميك ده بعد ما زبطه واحفره وشكله اروحك يجيب عليه سلك وحطها عادتين فبالتالي تكلفتها كبيرة جدا تعطي قيمة صغيرة للمقاومة اصغر من الكربونية هنا المقاومة بتاعتها صغيرة لما جاء قرنها بمين بالمادة الكربونية او المقاومة الكربونية لا يمكن استعمالها عند التردد العالي يعني لو انا هحطها في دائرة راديو او في دائرة تلفزيون تردده عالي ماينفعش اجيب مقاومة سلكية فبضطر اجيب مقاومة تانية يبقى دي لها استخدام معين شرط اساسي وانا بستخدمها ما حطهاش عند التردوات العالية لانها عبارة عن ملف والملف ده هو لا حس ذاتي والحس الذاتي ده هناخده ان شاء الله بإذن الله في الباب التالت انعيشنا وربنا احيانا في المادة دي ثانيا بقى المقاومة الكربونية برضو هنتعرف على المقاومة الكربونية يبقى احنا عرفنا السلكية كمزايا وكعيوب وهناخد دلوقتي المادة الكربونية او المقاومة الكربونية يبقى هي هي بالضبط هي عبارة عن خليط من مسحوق الكربون او الجرافيت او السراميك يبقى هي عبارة عن مسحوق الكربون مادة الكربون دي مادة زي السراميك كده زي البودرة كده بنعملها ان انا ازود نسبة الكربون شوية عشان كده سموها مادة ايه مقاومة كربونية طيب تتميز بايه بقى ديت او تشكل الخلطة دي ايه الخلطة دي تبقى على شكل ارس يعني بعد ما كده عجنها طبعا بتبقى مادة سيلة بحط عليها مادة معينة هبعجنها واسبها تنشب شوية او حطها في فرن تتحمص زي ما بقولوا كده وبعد كده ارش اطرفها بمعدن عشان برضو احنا هنلف عليها سلكي خلوا بالكو والسلك ده هوت بيبقى ملفوف على مادة كربونية هنا كان ملفوف على مادة سيراماكية مميزاتها ايه بقى اول ميزة عكس دي كان دي كان كان كبيرت الحج دي صغيرة الحج دي كان كانت غالية دي الخيصة خلوا بالكو بقى ما احنا قلنا بقى في انواع ما ينفعشها للكربونية فبخش على الكربونية في انواع ما ينفعشها للسلكية فبخش على السلكية انت بقى درست دلوقتي عرفت مين الغالي ومين الرخيص عرفت مين الكبير الحجم ومين الرخيص الحجم انت بقى ما تيجي تشتغل في دائرة عربية هتختار اللي ينسبك انت عاي حاجة تكلفتها صغيرة يبقى جيب المقاومة الكربونية. عايز حاجة تكلفتها عالية يبقى جيب المقاومة الايه السراميكية او السلكية اللي احنا لسه مكلمين لنا بعضنا من شوية. طيب. تعطي قيم كبيرة للمقاومة اكبر من المقاومة السلكية. هنا بقى المقاومة بتاعتها اكبر من المقاومة السلكية. عيوبها ايه بقى? طبعا كل حاجة لها ميزة يبقى لها عيوب تسخن بشدة عند الطيارات المرتفعة. اهو ده عيوب كبير. لو طيار كبير عدى جوه المقاومة ديت بتسخم بطريقة غريبة جدا لان معاملها الحراري كبير. بيجي يقول لي علل. المقاومة الكربونية تسخم بشدة عند الطيرات المرتفعة. لان المعامل الحراري بتاعها كبير. واحنا قلنا شرط. عشان المقاومة تنجح في شغلها. لازم المعامل الحراري يكون صغير. على قد ما تعيش. لازم يكون مقاومة معامل الحراري بتاعها ايه? صغير مش كبير. طيب عدم ضكة قيمتها. القيمة بتاعتها مش دقيقة جدا. يعني مش هتطلع للقيمة المطلوبة. فيها نسبة خطأ يصل لموجب او سلب 20. يعني المقاومة اللي مكتوب عليها 3000 من برة. ممكن تبقى زيادة 3000 20% او قليل عن 3000 20% وده من عيوب المقاومة الايه? المقاومة الكربونية. ان دقتها مش مزبوطة. بتسخل لو الطير بتاعها عالي عشان معامل الحرارة بتاعها كبير. التالتة اقل سباتا من المقاومة السلكية. لا هنا بقى المقاومة السلكية تكسب لانها بتعيش فترة طويلة. ومش كده وبس. هتديني القيمة السبتة بتاعتها اللي مكتوب عليها 4000 قوم. هتفضل طول عمرها شغالة على 4000 قوم. حتى تنتهي ايه صلاحية. طيب. المقاومة التالتة عندنا اسمها المقاومة الفيلمية. او بيسموها الغشائية. المقاومة ديت في بعض الاحيان زي ما قلت لك بيسموها المقاومة الغشائية. وتصنع من غشاء متجانس. هنا بقى بقى حاجتين بقى كربون وجرافيت. مش مسحوق بقى. لا غشاء. بقى جيت طبقة كربون مع طبقة جرافيت. وطبقة تالتة اكسيد الزير. اللي هو الازدير اللي بنعمله في مادة اللحاب. والروح جاي اللفنة على اسطوانة من الخزف. ويمكن زيادة المقاومة عن طريق شق لو لا بقى او حز كده في الغشاء. هعمل لها شق كده افتح مجرى. فالمجرى تعمل ايه? بتخلي قيمة المقاومة صغير جدا. فبالتالي بتعيش فترة طويلة. طيب. المقاومة شكلها كده هي مصنوعة من شريحة من الكربون وشريحة من الخزف. ومتحوطة كده بحاجة اسمها ايه? اكسيد الازدير. القصدير دهوت الى مادة اللحاب. المقاومات متغيرة القيمة. لها بقى النوع التاني. بقى احنا درسنا المقاومات السابتة. خدنا منها المقاومة السلكية. خدنا المقاومة الغشائية اللي هي الف المية. خدنا المقاومة الكربونية. تعالوا بقى نشوف المقاومة اللي احنا بقول عليها متغيرة القيمة. المقاومة المتغيرة القيمة دي بتبقى بقى متعددة الوصلات. خلوا بقى لكم ان المقاومات اللي فاتت كلها كانت مقاومتين اتنين بس. اياسي كانت طرفين اتنين بس. لكن دي لها اكتر من طرف. تصل الى اربع مقاومات. يعني ممكن اجيب مجموعة مقاومات كده كل مقاومة لها بداية ونهاية وخلي اربع مقاومات في الداية. وهنا المقاومة المتغيرة يا ولاد تعطي مجالا واسع جدا لاختيار قيمة المقاومة المطلوب. وهي تتكون من مقاومة سلكية ملفوفة على سطوانة وينزلك على السلك طرف متحرك. عاملة كده زي الميزان. راحة جاي. يعني فيه منزلك كده بحركه. زي الميزان بقى بتاع زمان كده اللي بوزن به. المؤشر بيتغير من قيمة بقيمة. وهنا بقى عشان كده سميتها قيمة ايه? متغيرة. طيب. ده شكل المقاومة هي. شايفين بقى دي? ادي طرف. ودي طرف ودي كم طرف كده ثلاثة. لو انا عايز قيمة كبيرة اخد الاولان والاخير. لو عايز قيمة صغيرة اخد الاولان مع التاني او التاني مع التالي. هنا ده الرمز العلامة للمتغيرة. لو شفت الده في الدالة الكهربية عندك في في الكاتالوج بتاع الشغل يبادين قاومة متغيرة. ادام عليها سهم كده يبادين قاومة ايه? متغيرة. لو شلنا تبقى مقاومة سابتة. وده زي ما قلت لكم بقى التوصيلة بتاعتها ايه او شكل المقاومة ايه? عبارة عن برضو اه مصنوع من الخزف او السراميك او الكربون. وملفوف عليها سلك. وده المؤشر اللي قلنا عليه بقى المنزلق. اللي هو بيتحرك. شايفين ده بقى الاستوانة ديت? خلوا بالكو. دي بقى بتتحرك مين? وشمال? رايحة جاية. عايز قيمة كبيرة? اقبر المسافة دي. عايز قيمة صغيرة? اصغر المقاومة دي. وهكذا. عشان كلا سموها مقاومة متغيرة والقيمة. والمقاومات ديت متغيرة مع الجهد. دي بقى نوع تاني اسمها المقاومات المتغيرة مع الجهد. يعني مقاومة متغيرة مع الجهد. بيسموها الفريستور. هي مقاومة مصنوعة من مادة شبه موصل. يعني مصنوعة من الجيرومانيوم ومالسيليكون. لان اشهر انواع شبه الموصل هي الجيرومانيوم والسيليكون. وتقل قيمتها بازدياد الجهد المؤثر على طرفيها هنا بقى اللعبة بقى béna هنا بقى إيه؟ الحتة اللي فازتونا زي بقول مقاومتها بتئل لوانا زودت الجهد. يبقى كلما الجهد بيزيد المقاومة دي بتئل. عشان كده سموها مقاومات متغيرة مع الجهد. يبقى المقاومة المتغيرة مع الجهد قيمتها بتزيد ولا بتئل. والله بقى يقول يا ميستر المقاومة دي. لوانا زودت الجهد قيمتها تقل تمام؟ تصنع المقاومة ديت من كربيد السيليكون يعني زي ما قلنا كده بقى السيليكون أول جرومانيوم وتستخدم في أجهزة الوقاية من الجهود المفاجئة شفتوا بقى لسه إليني الكلام ده المادة ديت زي ما قلنا في الأول فيه عندنا في الدارة كده اسم مفتاح الحماية أنا عندي مثلا مولد في شركة أو محرك في مكانة مثلا في خط إنتاج والجهد يزاد مرة واحدة فبيحصل المقاومة بتاعته تقل فيفصل الطيار عشان كده تستخدم مقاومة التغير مع الجهد في أجهزة الوقاية من الجهود المفاجئة الدروب اللي بحصل مرة واحدة حيث توصل بالتوازي مع الدارة المراد حمايتها وعند زيادة الجهد فجأة يعني الجهد اللي على المكنة أو على المطور زاد فجأة المقاومة دي قيمتها بتقل فبتعد الطيار خلوا بالكوا بقى مش إحنا قلنا المقاومة لو قلت الطيار يفرعا ويزيد أهو نفس الكلام إينا أدام المقاومة قلت فالطيار كعب وعلي فعدة في الدايرة فلو الطيار عدة يفصل الجزء اللي انت عايز تفصله لأن الطيار لما يعد في الدايرة يفصل الجزء ها هنا بقى هنتكلم عن المقاومات الشفرة اللي احنا بقولوا عليها كود الألوان ايه كود الألوان ده بقى أولاد احنا خدنا المقاومات السابتة والمتغيرة ودي كأرقام سابتة يعني ايه؟ يعني أنا روحت للراجل في عنده مثلا محل الكهرباء بقوله أنا عايز مقاومتين المقاومة 500 قوم خلص هو يجيب لمقاومتين 500 قوم مكتوب على المقاومة من بره 500 هات لمقاومة متغيرة كيمتها مثلا من 50 ل 100 هيديني مقاومة كده لها منزلق رايح جاي كده يعني لها ايه؟ عاملة زي اللي بيعلو يوط كده شريحة كده راحة جاية المقاومة دي برضو من صفر ل 500 فاخد منها المتين هاخد منها 300 بس اقصى حاجة 500 قوم في بقى مقاومات عندنا اسمها مقاومات الوان يعني مقاومات الوان تلاقي المقاومة كده استوانية وفيها بعض النقط كده او فيها بعض الشرط كده كل شرط لها لون مختلف يعني تلاقي مثلا المقاومة مثلا لونها بنفسجي وتلاقي فيها خط احمر وخط اصفر وخط اخضر الخط الاحمر ده ليه دلالة والخط الاخضر ليه دلالة والخط الازرق ليه دلالة خلوا بالكو كل لون من الالوان دي معمول في جدول وبنختصره بكلمة هندحك عليها قوي الكلمة دي بقى لو شفتها كل لوم بياخد رقم كل لوم بياخد ايه بياخد رقم يعني كل الالوان ده المقصود بيه ان المقاومات عندنا مش سبتة القيمة ولا هي متغيرة القيمة لا دمقاومة ما ما قادرش أقول عليها سبتة ولا أقدر أقول عليها متغيرة ولكن بحددها بشفرة الوان يعني المقاومة جالي مجهولة يا مستر اه جالي مجهول ثب عرف كمية بنت هزاي ما نقولت لك بقى حسب الالوان اللي موجودة فيه تلات ألوان في أربع ألوان وهل الأربع ألوان شكل بعض ولا مختلفين كل لون من دول ليه دلالة هنشوفها في جدول اسمه جدول كود الشفرة لألوان المقاومات والألوان دي زي ما قلت لك بتبقى مختلفة بنبدأ باللون الأولاني خالص اللي هو اللون السود بعد كده اللون البني فأنا باختصرها بكلمة سنحرص خزن ميب بناختصرها بكلمة ايه سنحرص خزن ميب كل لفظ من الألفاز اللي أنا قلتها ديت بيدل على لون سنحرص أول سين فالسين يعني سود نون بني خزن كلمة خه يبقى خضر وهكذا يعني احنا نمسك دلوقتي بايه شريحة الألوان واختصرناها كده أجملنا الألوان من أول اللون الاسود لغاية اللون الرماضي حوالي 11 أو 12 لون فأنا مش قدر أحفظهم بعقل الصغير دهوت فبعمل ايه فبالخصهم لك بكلمة سنحرص خزن ميب كلمة سنحرص خزن ميب كل لفظ أو كل حرف من دول بيدل على لون وكل لون بيدل على رقم يا مستر يعني اللون الأولان يسود بياخد صفر اللون البني بياخد واحد وهكذا لغاية لما درج الألوان لغاية آخر رقم طب لو لقيت الأحمر بياخد مثلا لون خمسة رقم خمسة يبقى الخمسة ده وضعه ايه بقى هل ترتيبه في الأول ولا ترتيبه في الآخر عشان نشوف الكلام ده رأي العين تعالوا بقى بينا كنا الأول نشوف يعني ايه كود شفرة ألوان المقاومات يوجد طريقتين لشفرة الألوان الطريقة الأولانية أربع حلقات يعني الدارة اللي الجيلي أو المقاومة اللي الجيلي فيها أربع حلقات ملونة وفيه نوع تاني خمس حلقات ملونة طب تعالوا الأولاني خالص كده التي تستخدم أربع حلقات يبقى أنا عندي نوعين فيه مقاومة جيلي عليها أربع حلقات والأربع حلقات دول كل حلقة بلون يهم ما يجيلي خمس حلقات وكل حلقة بلون الحلقة الأولانية القيمة الأولى للمقاومة المضروب العشري الحلقة الرابعة تعطي الدقة اللي هي نسبة التفاول. ايه مستر المضروب العشري? والقيمة الاولى? والقيمة التانية? والمضروب العشري ده يعني ايه? خلوا بقى لكم بقى. انتفقنا مع بعضنا ان الالوان بدأ من لون لسود لغاية اللون الرمادي. وبين لسود والرمادي مجموعة الوان كتير جدا. ممكن تتعدى لعشر الوان. كل لون من دول بيدلة على رقم. يعني ايه? تعالوا بقى ناخد كده قاعدة اساسية عندنا عشان نوضحها مع بعضنا. اهي. دي مقاومة بالالوان. اللون الاولان اللي على ايدي الشمال ده هوت بيقول لي ان انا لون احمر. يبقى ده القيمة الاولانية. والرقم التاني ده هوت بنفسج اللون فليه قيمة. والتالت ده هوت اخضر فليه قيمة. الرابع ده هوت بيبقى تلات الوان بس. يا دهبي. يا فضي. يا حتة فضية من غير اللون خالص. خلوا بالكم. دول الاساسيين الوان مختلفة. يعني الاحمر ممكن يبقى اخضر. ممكن يبقى ازرق. ممكن يبقى رماضي. ممكن يبقى بني. ممكن يبقى سود. اللعبة في التلاتة الوان دول. لكن اللون الرابع ده هوت تلاتة ملهمش رابع. يا اما فضي. يا اما دهبي. زي اللون اللي انتم شايفينه ده هو. يا اما يحطيلي مربع فاضي ابيض من غير اللون خالص. طب دي بيسموها ايه بقى? بيسموها نسبة التفاوت. يعني نسبة الخطأ. يعني المقامة دي نسبتها ممكن تبقى خطاها من خمسة لخمسة. او من خمسة لستة. او من ستة لتمانية. يعني ازود عليها خمسة. او اقلل منها خمسة. طب مين بقى اللي بيقول لي هنا. اللون اللي موجود. لو كان اللون ده هوت. فضي. يبقى نسبة التفاوت خمسة في المية. لو كان اللون ده هو ده بي. يبقى نسبة التفاوت عشرة في المية. لو اللون ده هو بدون لون. يعني جاي فراغ. بيبقى تنسبة التفاوت 12% وبكتب كده قيمة المقاومة 5% تفاوت لو كان دهبي أقاسف لو كان فضي 10% لو كان دهبي 12% لو كان من غير لون طيب اللون الأحمر ده هو بقى بياخد رقم والبنفسيجي بياخد رقم واللاخدر بياخد رقم بس بيسموه المضروب العشري واحدة واحدة كده يا مستر عشان نفهم احنا اتفقنا مع بعضنا ان احنا قلنا الألوان عشان احفظها من الجدول بحفظها بكلمة سنحرص خزن مب سنحرص خزن مب ياريت بقى ورق وقلم كده وتفنطولي السين تاخد ايه برافو عليك وتاخد لسود والنون تاخد البني والحه ياخد الأحمر تمام كده والرق برافو عليك وتاخد الايه تاخد الراق دي تاخد ايه واحدة يقول لي الأصفر واحدة يقول لي الأزرق تمام كده باخد الحرف التاني تمام كده طيب الجدول ده هو رولك ودلوقتي حالا بس انا عايزكم تركزوا معايا احنا قلنا الأحمر ده وعفقاني ترتيب لما قلنا سنحرص سين نون حا رقم ثلاثة فالتالت هنا ياخد رقم ثلاثة يبقى الأحمر هنا ياخد رقم كام ثلاثة برافو عليكم البنفسيجي ده هتلاقيه برضو في كلمة سنحرص خزن مب هتلاقيه في الآخر خالص هياخد مثلا رقم تمانية يبقى المقاومة دي كام ثلاثة وجنبها تمانية واللون اللي أخضر دهوت موجود ستة تقريبا أو سبعة في الجدول يبقى ياخد كام سبعة يبقى ما جاقول بقى هيبقى دي تلاتة تمانية سبعة حطوهم كده جنب بعض هيبقى تلتمية تمانية وسبعين يبقى قيمة المقاومة دي كام قوم تلتمية تمانية وسبعين قوم يا مصر يا الدنيا سهلة كده آه سهلة انت كل اللي عليك بسي هتفهم الجدول وتفهم ان كل لون من دول ليه رقم فالرقم الأحمر وعف الخامس ياخد خمس وعف رقم ثلاثة ياخد ثلاث البنفسيجي وعف السابع ياخد السابع اللي أخضر ثامن ياخد ثمانية حطوهم كده أرقام جنب بعضهم هيطلع لك الرقم من الشمال اليمين إقرازة ما بتقرى رقم أحد عشرات مئات يديك رقم المقاومة ودية هن شاء الله بإذن الله هنشوفها في حلقات تانية ازاي نفصص المقاومة دية وازاي نطلع قيمتها بس الأول نتعرف على الجدول هو الجدول بدأ باللسود خد رقم صفر رقم واحد يبقى بني رقم أحمر يبقى تنين لو كان بورتقال ياخد ثلاثة لو كان أصفر ياخد أربعة لو كان أخضر ياخد خمسة لازرق ستة البنفسيجي سبعة الرمادي تمانية لبيض تسعة الدهب اللي تلك عليه بقى هو والفضي وبدو اللون بياخد علامات لو كان دهب ياخد خمسة في المية لو كان فضي ياخد عشرة في المية نسبة تفاوض بدون اللون بتبدأ من اتناشر وتنتاع عند العشرين في المية زي ما قلت لكم من شوية طيب يبقى الجدول دهوت حسب بقى اللون بتاعي جه فين يعني احنا لو لخصنا الكلمة سنحرص خزن مب هتلاقيها بدأت بلسود خلت السين وخلت في البني النون وخلت في اللحمر الحه وخلت في البرتقالي الره وخلت في اللاصفر الصاد وخلت في اللاخضر الخه وخلت في اللازرق الزيل وخلت في البنفسجي النون او الفه وخلت في الرماد الميم وخلت في اللا بيات كلمة به لو انت رتبت كده الكلمة اكتبها كده بقى عايز الشطار بقى بناتو صوبيان يعملوا ايه يكتبوا الكلمة سنحرص خزن مب ويطلع من كل حرف اللون بتاعه والرقم لو لقيته اسود يبقى اول لفزة عندنا او اول حرف خد كلمة صف التاني خد واحد وهكذا رتب بقى الارقام مع الحروف زي لعبة كده بتلعبها بدل ما بنلعب بقى على الموبايل الالعاب ما فيهاش اي لازمة هنا ممكن نلعب لعبة كده مع بعضنا نكتب سنحرص خزن مب ونحط تحت السين صف وتحت النون واحد وتحت الحه اتنين وتحت الره تلاتة وتحت الصدر اربعة وتحت الخه خمسة وتحت الزين ستة وتحت البنفسيج اللي هو اللون اللي هو اللفز سبعة والرماد اللي هو المب ميم تمانية والبيه تسعة ورتب بقى كده ورسم مقاومة مثلا فيها احمر وفيها برتقاني وفيها اصفر الاحمر بياخد رقم اتنين البرتقاني بياخد رقم تلاتة الاصفر بياخد اربعة فما جرتبها هقول متين تلاتة واربعين او متين اربعة وتلاتين بالترتيب بتاعك احد عشرات مئات بس ببدأ من الشمال لليمين طب لو لقيت اللون الاخير دهبي احط كلمة خمسة في المية لقيته فضي احط عشرة في المية لقيته بدون لون احط نسبة عشرين في المية وده اسمو جدول الالوان لو كان عندي اربع حلقات الخمسة مش هيختلفوا على فكرة كل اللي هيحصل ان الاولان اللي بقى هيدل على المئات التاني هيدل على العشرات التالت هيدل على الحلقات الرابع هيدل على عدد الاصفار يعني الدايرة بتاعتنا فاقم صفر الخامس والاخير المضروب بتاعي اللي هو احنا قلنا عليه سابت التفاوت اللي هو كلمة سابت التفاوت المقصوب بي يا دهبي يفضي يا بدون لون هنا بقى بيقول لي مسألة كده بيجي لك فاخر السنة بيقول لي حدد قيمة المقاومة الاتية بطريقة شفرة الالوان بني اسود برطقالي دهبي وحدد قيمة التفاوت على طول كده قيمة التفاوت ادام دهبي يبقى كتب موجب او سليب خمسة يبقى انا كده حلت فضل مين بقى البني والاسود والبرطقال البني برافو عليك سامع بنت شطرة هوات شطر بقول لي البني يا مستر بياخد رقم واحد والاسود بياخد رقم صفر والبرطقالي بياخد رقم ثلاثة برافو عليكو يبقى هنا هياخد ايه هياخد واحد صفر ثلاثة يبقى النات الكام تلتمية وواحد برافو عليكو يبقى انا كده لو حفظت الجدول او فهمت الجدول وكتبت كلمة صناح روس خزم ميب عارفكم بتتحكوا عالك كلمة بس الكلمة دي هتفكلك الشفرة بتاع الالوان بحالها وتعرف ان الرقم الاولاني بيبدأ بصفر اللي بعده بياخد واحد لغاية لما اوصل كده جالي بقى مقاومة فيها 20 لون فيها 100 لون اقدر اشكلها زي ما انا عايز وزي ما قلت لحضراتكو كده من شوية من غير ما حلها بالطرق اللي انت شايفها دي انا ممكن احلها بمجرد النظر طيب بعد ما اتعرفنا على المقاومة بالالوان والمقاومة توائل والمقاومة ديت سابتة ومتغيرة تعالوا بينا بقى ناخد حاجة اسمها التوصيلية ووحداتها ايه التوصيلية ديت انا لسه قال من شوية عندي حاجة اسمها المقاومة المقاومة هي اللي بتحد من شدة الطيار يبقى على طول مقلوب المقاومة التوصيلية يبقى يدل مقلوب المقاومة النوعية للمادة على قابلية التوصيل يبقى بقى الرجل كان حاطت رجله وانا برش المياه شار رجله فبقت ايه موصلة اما لو حاطت رجله فبقت مقاومة فانا عندي حاجة اسمها المقاومة وعندي حاجة اسمها التوصلية او الموصلية واحنا بنختصرها بالرمز سجما بتساوي واحد على روه يبقى سجما دي او كلمة بيسموها سجما او في بعض الكتب بتسمى سيمانز بيساوي واحد على روه يعني مقلوب المقاومة النوعية طيب الموصلات القهربية اللي هي مقلوب المقاومة اللي احنا بنقول عليها جيه بتساوي واحد على ار تعالوا بقى نشوف بقى هنا مربط الفرس طرق توصيل المقاومات هنا بقى هنقف 3-4 دقيقة كده مع بعضنا يعني ايه توصيل المقاومات مش انت قلتنا من شوية احنا المقاومة دي دخلنا بقى جوة البيت بتاعها وقعدنا معاها وعرفنا ولادها وعرفنا انواعها وعرفنا منها السبتة ومنها المتغيرة وعرفنا السبتة دي سلكية وكربونية وغشائية وعرفنا المتغيرة دي متغيرة مع الجهد ومتغيرة مع درجة الحرارة اللي هي البيت سي والان تي سي يعني خدنا تفصيل التفصيل عن كل مقاومة وعرفنا ميزة دي ايه وعرفنا عيوب دي ايه من الكبيرة ومن الصغيرة ومن اللي بتدي معامل حراري كبير ومن اللي بتدي معامل حراري صغير اتعرفنا على المقاومة ده كله اللي احنا بنقوله ده كله كان تمهيد بقى اللي جاي عشان نوصل المقاومات طب إحنا ليه بنوصل المقاومات يا مستر؟ ما تريحنا بقى كده وعرفنا المقاومة بالألوان وخلاص وعرفنا قيمة المقاومة ومشي حالك والدارة القاربية هنعملها بكذا وكذا لا الغرض من التمهيد اللي فده كله إن أنا أوصل المقاومات في الدارة بتحتي أنا روحت شركة من الشركات أو روحت مصنع من المصانع عندي الطيار عالي فهوصل المقاومات اللي عندك شوات مقاومات أو ما هتمرمين على الأرض أو مرمين في الصندوق بتاع العد طلع عشرين تلاتين مقاومة كده هتحطوهم كلهم إزاي؟ هترسوهم طوب ولا هتبنجوهم حيطة؟ يبقى لازم تعرف التوصيل بيتم إزاي؟ المقاومات عندنا بتتم بثلاث طرق توصيلها بيتم بثلاث طرق يئمة توصيل على التوالي يئمة توصيل على التوازي يئمة توصيل مضاعف اللي احنا بنونا عليهم مركب اللي هو الكوكتيل بقى شوية توالي مع شوية توازي طب واحدة واحدة كده يعني ايه توصيل على التوالي دائماً توصيل على التوالي يا ولاد بشبهوا كده بالإيه؟ بالعقد اللي في العقدة أو السلسلة اللي معانا العقدة أو السلسلة دي بتلاقي حبة ملضومة فيها قاملة زي السبحة السبحة اليدوية دي بلاقي حباية ملضومة في حباية ملضومة في حباية وراء بعض كده التسلسل بداية بنهاية بداية بنهاية بنهاية يبقى التوصيل على التوالي باخد بداية المقاومة بنهاية المقاومة التانية ونهاية المقاومة التانية ببداية التالتة وبداية التالتة بنهاية التالتة وهاكز يعني ايه عاملة كده زي الايه زي العقد اللي انت بتلبسيه او السبح اللي معك كده او الحبات اللي جنب بعضها كده ده اسمه توصيل على التوالي اما التوصيل على التوازي باخد البداية مع بعضها والنهايات مع بعضها يعني انا عندي كل مقاومة لها بداية ولها ايه ولها نهاية فباخد البداية مع بعضها والمقاومات مع بعضها يبقى انا كده وصلت البدايات مع بعض والنهايات مع بعض اصبح التواصيل ده توصيل على التوازي التواصيل بقى على التوازي اشد شوية ليه لانه بقى ده كوكتيل دائرة كهربية فها مجموعة مقاومات منها توالي ومنها توازي يعني لقى فرع في الدائرة متوصل توالي وفرع جنبه متوصل توازي او فرع توالي وفرع توالي والاتنم مع بعض توازي عشان كده سموا التواصيل ده توصيل مركب او توصيل متضاعف او توصيل انا بسميه كوكتيل يعني شوية مند على شوية مند طيب التوصيل على التوالي ايه الغرض منه الغرض منه لو انا وصلت المقاومات على التوالي بلاقي حاجة مهمة جدا بلاقي ان الطيار ثابت القيمة والجه متقطع متغير القيمة يعني ايه مستر طيب انا هسأل سؤال بقى كده وعايزكم تجاوبوا علي في نهاية الحلقة كده ومستني الطلبة الشاطرة تقول لي البيوت اللي عندنا متوصلة توالي ولا توازي يعني البيوت اللي عندنا او العمارة اللي عندنا في الشارع او الشارع من اول و الاخر البيوت اللي فيها قهرابة دي متوصلة على طريقة التوالي ولا متوصلة على طريقة التوازي يعني الاعمدة اللي موجودة في الشارع دي انا باخد منها قهرابة على البيت بتاعي والبيت اللي جنبي والبيت اللي جنبي هل البيوت دي موصلينها مع بعض توالي ولا موصلينها مع بعض توازي عشان تجاوبوني صح نتفرج مع بعضنا ونسمع مع بعضنا بقى توصيل المقاومات عالتوالي الاول توصيل المقاومات عالتوازي الاول وفي اخر الحلقة بقى عايز البنت الشاطر او الوذل الشاطر يقول التوصيل في بيتنا عالتوالي وعالتوازي تعالوا بقى ان بصة كده عالتوصيل عالتوالي يعني ايه عندنا الاول تلات طرق عالتوصيل توصيل توالي وتوصيل توازي وتوصيل تضاعف وهو الجمع بين التوالي والتوازي هنبدأ الاول توصيل التوالي طيب لو انا عندي تلات مقاومات R1 و R2 و R3 والثلاث مقاومات دول وصلتهم بمنبع طيار كهرابي زي الشكل اللي احنا هنشوفه حالي اهو ده التوصيل عالتوالي شايفين ملضوم كله ببعض اهو بداية ده بنهاية ده وبداية ده بنهاية ده وبداية بنهاية ودي البطارية او المنبع اللي عندي في البيت وده الجهد اهو بقى دي V1 ودي V2 وV3 ايه بقى يا مصطر V1 وV2 وV3 يعني البطارية ده يا ولاد بتطلح كهرابي البطارية اللي انت شايفها كلمة V ديت بتطلح كهرابي الكهرابة هنا شوية هيخشه على المقاومة الاولانية فهسميها V1 وشوية هيخشه على التاني فهسميها V2 وشوية هيخشه على المقاومة التالتة فهسميها V3 يبقى الجهد هنا تقطع كم حتة بقى تلت حتة يعني ايه بقى يعني لو انا عندي المنبع ده هوت طالع منه ميت فولت مش المية هيخشه على التلت مقاومات لا ده المقاومة دي هتاخد شوية جهد والمقاومة دي هتاخد شوية جهد والمقاومة دي هتاخد شوية جهد فبالتالي حصل تفتيت للجهد لكن الطيار ملوش دعوة ولكنه ملعيلة الطيار ثابت القيمة عشان كده لو انا جبت اميتر ويسeil الطيار هنا هل ايه هو هنا هل ايه هو هنا يبقى هنا هنطلع بملاحظة نوتس كده عايزكم تكتبوها في ورقة وقلم عشان السؤال لما سألته من شوية في حالة التوصيل على التوالي الجهد يتجزأ لكن الطيار برافو عليكو سابق طيب أنا بقى مش أتكلم دلوقتي عن الحاجات دي نتكلم دلوقتي عن إيه بقى نخش على التوصيل على التوازي على طول عشان نحط أجاوب السؤال قبل ما حلقتنا تخلص التوصيل على التوازي كده بسرعة نجيبه كده بسرعة مع بعضنا هوا التوصيل على التوازي يعني إيه بقى هوا بدايات مع بعض وانهايات مع بعض طب هالله إيه بقى الجهد اللي داخل من المنبع هتلاقيه هنا هو هو هتلاقيه هنا هو هو هتلاقيه هنا هو هو يعني يا مستر لو أنا وصلت على التوازي هلاقي الجهد على المقاومة الأولانية هو هو الجهد على المقاومة الثانية هو هو الجهد على المقاومة الثالثة لكن في التوالي كان عمنا بقى متأسم لو أنا دخلت كده الجهد مثلا ميت فولت بلاقي المية دي تقطعه شوية راحوا للأولاني شوية راحوا للتاني شوية راحوا للتالي هنا بقى هتجاودني على سؤالي لو انا وصلت على التوالي ايه اللي بيحصل هتقول الجهدي الجهدي يتجزأ لكن الطيار سابت اما في حالة التوازي الطيار هو اللي هيتجزأ لكن الجهدي هو اللي سابت هنا بقى تعالوا بقى مع بعضنا كده دي اهم ملاحظة عندنا النهاردة لازم نطلع به في توصيل المقاومات عشان اللي هي كله هيبنى على القاعدة دي انا سألت سؤال قلت يا اولاد لو انا عندي البيوت اللي عندنا في الشارع او في الحي او في المنطقة اللي احنا سكنين فيه متوصلة على التوالي ولا على التوازي اه هنا بقى هنقعد نفكر كتير لا يا مستر مش هنفكر كتير انت قلتنا من شوية لو انا عندي مجموعة 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 على التوالي لو انا عندي مجموعة على التوالي ايه اللي بيحصل المجموعة على التوالي بلاقي البيوت كلها الطيار اللي في البيت ده هيبقى سابت والطياري في البيت ده هيبقى سابت لكن الجود اللي هنا قليل والجود اللي هنا هقليل وقليل قليل وغات لما وصل لاخر بيت مش هلاقي جهد خالص هلاقي النوم سر كده ضعيف ده وانا وصلت على التوازي لكن لا لو انا وصلت على التوازي الشقة اللي فوقي والشقة اللي تحت والشقة اللي في اول البلد والشقة اللي في اخر البلد والشقة اللي في اسوان والشقة اللي في لقصر والشقة اللي في اسكندرية كلها جهد واحد فبالتالي توصل البيوت على التوازي ليه بقى بنوصل البيوت على التوازي وليه بنوصل الأحمال في بيوتنا على التوازي والتليفزيون بتوصل على التوازي ليه بقى علشان الجهد متغير ولا سابت لا يا مستر ده الجهد سابت القيمة عشان كده يا أولاد في حالة التوالي الجهد بيتجزأ لكن الطيار سابت أما في حالة التوالي الجهد يتجزأ والطيار سابت في حالة التوازي العكس بقى الطيار هو اللي هيتجزأ لكن الجهد سابت ولا يهم من الجهب اللي هو الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حاجة كمان. لو انا جبت مجموعة بيوت كده او لمبات وصلتهم توالي وشلت لمبة من نص. اللمبة اللي على يمين هلها تشتغل ولا اللي بعدها هتشتغل? الكهرباء لغاية لما يعني مسلا ايه? خلي تلات لمبات كده وصلنا بداية بنهاية بداية بنهاية. وجيت شلت لمبة من نص. الكهرباء هتعدى على الاولين هتقيد. هتيجي هتعدى على التاني هتلاقي فيه فتح في الدايرة. لان اللمبة مش موجودة. فيه شرطة هنا فيه قط فيه قطع. فيه اللي يحصل? الكهرباء مش يتعدل للبيت الثالث. فانا لو وصلت البيت على التوالي. ولقدر الله وبت حصل فيه قفلة. يبقى البيت اللي بعده هيدفي واللي بعده هيدفي واللي بعده هيدفي. لان الكهرباء مش وصلüne لهم. لكن في التوازي في البيت نفسه. لقدر الله لو فيه قفلة في المضبخ. بلايقبت ان نوم شغالة وصلة شغالة واريسبشن موجود النور في لان كل خط الواحدة ومعاداب التاني. عشان كده التوصيل على التوازي بفهمه الاول زي مقاومة زي لمبة ده سابت توصلنا على التوازي الجهد سابت لكن الطيار يتجزأ اما في التوالي الجهد يتجزأ والطيار سابت وانا ما يمينيش الطيار قد ما يميني الجهد لان الشبكة مدية الانتين وعشرين فولت فلازم احافظ على الانتين وعشرين فولت عني لكن بقى الطيار بيختلف ازاي بلاء لمشغل سخان مع مكوة مع غسالة فبلاء الطيار بيجزأ شوية بيروح وانا شوية بيروح. لكن الجهد اللي على الغسالة هو الجهد اللي على التليفزيون واحد مش هيتغير عشان كده توصلنا دايما ايه توازي. يبقى انا خدت نوعين من التوصيل. توصيل على التوالي وتوصيل على التوازي وعملت مقارنة صغيرة كده عن التوالي والتوازي لكن القوانين بعدها هنشتغل بها ان شاء الله دي هنشوفها في حلقات جاية كتيرة وهناخد مسائل كتير على التوالي الوحده وعلى التوازي الوحده. الغرض النهاردة من حصتنا او أو من حلقتنا النهاردة إن احنا نميز من التوالي مين ومين التوازي وما شوفوا بعناية كده أعرف إن ده توالي وما شوف دو كان بعناية أعرف إن ده توازي وفضل التوازي لأن الطيار فيه يتجزأ والجهد سابت مش معنى كده إن التوالي مش عايزه لا بالعكس ده التوالي مهم جدا في الدوائر التوالي مهم جدا ليه لأن في التوالي باخد أكبر قيمة للمقاومة فالطيار بيقل تمام كده النهاردة تعرضنا يا أولاد مع بعضنا لبعض أنواع المقاومات السابتة والمتغيرة وعرفنا أنواحهم بالتفصيل دخلنا بيت المقاومة وعادنا معاها وتعرفنا بيها عن قرب وعن كسب كده دخلنا بعد كده على توصيل المقاومات على التوالي وعلى التوازي في عجالة سريعة كده عرفنا الفرق بين التوالي والتوازي حس الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله هنشتغل مع بعضنا بقى على حاجة مهمة جدا جدا إزاي نجيب القوانين في التوالي وإزاي نجيب القوانين في التوازي كنت سعيد جدا أن أنا كنت معكم النهاردة بشكركم كده بإذن الله ومزيد من النجاح والتفوق بإذن الله لطلبتي طلبت تركيبات ومعددات كهربية وحاسبات والالكترونات الشعبة الكهربية شكرا ليكم وإن شاء الله نتقابل الحلقة القادمة بإذن الله تبتم وطبقا مشاكم وإذن الله نلتقي قريبا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته